مساء الخير حبايبي كيفكم شو اخباركم ان شاء الله الحبايب الكل ام صبحة ومسيا على خير احيكم عفوا من قناتي قناة مملكة الفنون والتجميل واليوم رح نعمل فيديو كثير حلو هذا الفيديو انطلب مني من احدى الخوات طريقة كل السهلة وبسيطة وراح نعمل روتين لتجاعد الرقبة واللي رقبة المزدوجة طريقة كل السهلة وروتين موجود بكل بيت ما عليك الا تمشين معايا خطوة بخطوة وراح تاخذين اروع وافضل النتائج اول اشي حبايبي راح احطفكم الوصفة اللي راح نستعملها الوصفة اللي راح نستعملها وضروري جدا انها نستعملها حبايبي هاردي ثلاث مرات بالاسبوع وممكن تستعملها كل يوم ما في اي مشكلة اذا استعملتها ثلاث مرات او كل يوم على البشرة راح تستعملين حبيبتي كالقاتي راح تاخذين ممكن قليل من الخيار اما تبرشيها برش او حبيبتي تخطيها بالخولة انا راح اخذ قطعة صغيرة جدا هيك ممكن انت قطعة هيك كبيرة وتبرشيها بالمبرشة الناعمة راح احط الاخيال حبايبي اقطع هيك قطعة صغيرة طيب وحطها بالخلط راح نسوي هذا اول شيء الباسك اول شيء الماسك ورح نسوي كمان بعد الماسك الرطب كيف الرطب هاي المنطقة وكيف اعلمكم عن طريقة الكريم وطريقة الكريم كل السالة راح احكي لكم يا حكي ورح تعرفوها طيب راح ناخذ هذا الاخيال شو نحب عليه حبايبي بنخلي عليه ملعقة كبيرة من الماء الورد وناخذه ونخلطها بالخلاط وان شاء الله ارجع لكم قبل ما اروح يا ريت تشوفون الفيديو اللي على قناتي قناة مبلغة الفنون اليدوية اعملتكم فيديو اعملنا من حبايبي البطاطا والشاي الاخضر هذا الماسك حبايبي يجعل البشرة بيضاء صافية كالفلد ينفع للعدها كلف عدها تجاعيد اللي تحط مكياج كثير ببشرته ما في اشراقها ونظارة بالبشرة تبعتها اي اخوة حابة تعمل نظارة للبشرة هاي الطريقة رهيبة جدا جدا وسهلة وبسيطة وموادها موجودة بكل بات ما عليك يا حبيبتي اللي تروحين على مملكة الفنون اليدوية وشو فيه او تروحين على صندوق الوصف وتلقين هاي الوصفة في صندوق الوصف مملكة الفنون والتجميل دائما يسألوني وين صندوق الوصف حبايبي بهذا الفيديو ومعروف عندكم تحت اكو سهمي ادعسي على هذا السهم رح تدخلين على صندوق الوصف تلقين انا كاتبة رابط فيديو مملكة الفنون اليدوية ادعسي على الرابط وهناك الرواطن اللي انا بتواصل معاها رح اخلط الوصفة وارجع لكم وزي ما انتو شايفين حبايبي انا سويت كمية كلش قليلة اتي ممكن اسوي كمية كثيكي لمدة 3 ايام 4 ايام ما رح يخرج حاولي هاي اصلا هاي كبية تكفيكي يومين او 3 ايام لان لسه ما مكملة كل المواد هيك حبايبي طبعا هذا المي تبعت الاخيار ممكن تحطيه بطاينة زي هيك وكمان تطلعين من عنده وتحطيه حولين العين رهيب جدا جدا انا شوفوا رح اسب اسهيبة هيك طيب وبعد الفيديو رح تلقونهم يوسف عس سريع رح تحطتها حولين العين تلعتها طيب هيك حبايبي انا هسا سويت الاخيار زي ما قلت لكم كأني برشتة نعم طلعوا هذا اللون الاخضر ليهبل هذا بيجنن على البشرة حبايبي كتير حلو ممكن حبايبي يستعمل بعدة طرق هذا الشيس ما شو رح نحط له اسه حبايبي رح نحط معه اللبن الزبادي لبن زبادي رح نحط له ملعقة وسط من اللبن الزبادي مو كثير حبايبي ملعقة وسط من اللبن الزبادي مع قديل من الاخيار حتى لو زادت كمية الخيام لا تخافون حبايبي حنضيف معا زيت اللوز الحلو او المر ما عندك ضيف فيه زيت الزيتون كمان بيصير هذا هيك حبايبي وشو رح تسويهم حبيبتي رح تحطيه على الرقبة وعلى فكرة يتخلى حتى على الوجه وتحت العين ما فيه اي مشكلة اما على الرقبة حبيبتي منو تحطيه سوي زي الصورة اللي قدامك الفيديو اللي معروض قدامك سوي نفس الطريقة ليش اريدك تسوي نفس الطريقة لان هذا منو تحطيه على طول على البشرة رح ينشف على الرقبة تمعتك وما رح تستفادين كثير اما الفائدة يعني رح ياخذ مدى ابعد اما اذا سويت هاي طريقة الفيديو اللي معروضة رح يصيل لك باقرب وقت انو تتخلصين من عنده هاي الطريقة ممكن تنعمل ثلاث مرات بالاسبوع وممكن تنعمل يوميا وبس تاخذين نتائج حلوة ممكن تسويها ثلاث مرات بالاسبوع او مرتين بالاسبوع ممكن يتخلى على الوجه بالكامل وممكن يتخلى على الايد وحلال بين الصدر بيصفي بيبيض بيشد بشكل فضيع وتسوون زي ما معروض عدكم بالفيديو هاي الخطوة الاولى بعد ما سبتين نصف ساعة شو رح تسوين حبيبتي بعد مرور النصف ساعة رح تعملين كلاتي غسلي وجهك وجيبي قطمة وغطيها بالماء الورد وطبط بيه بشرتك كلها والرقبة بالماء الورد وسيبيه الماء الورد على بشرتك مو اقل حبايبي من ساعتين خليه الماء الورد كل الزيل للبشرة كثير حلول للبشرة طيب استعملنا الماسك استعملنا تونر الماء الورد ما عندك تونر الماء الورد ممكن تستعملين التونر الفيتامين سي الفيتامين سي اللي هو من قشور البرتقال خلينا نسوي ما عليكي لا تاخذين قشور البرتقال تنقعيها بالماء تشيلية حط شوية نقطة جلسرين او زيت اللوزوية واستعملين طيب استعملي هذي بالنهار بعد الماسك تستعمليه طيب كل يوم بالليل كل يوم بالليل تسوين قبل النوم كريم فيتامين سي كريم فيتامين سي حبايبي كل السهل تاخذين قشور البرتقال ان كانت ناشفة او كانت قشور البرتقال يعني المو ناشفة افضل انا المو ناشفة بهاي الطريقة ابرشي القشور كثير كويس وبعد ما تبرشيها حبيبتي شو بسوين جيبي ملعقتين ماء ورد وحطي او ملعقت ماء ورد وملعقة ماء وحطيه ونقعي القشور بالماء الورد والماء بحيث ينغمر ممكن تحتاجين اكثر موي بحيث ينغمر وغطيه بالكيس النايلون وسيبيه اقل شي من الليل للصبح والصبح عصري كلش قوي لازم تاخذين على الاقل ملعقتين كبار من عصير خلاصة القشور البرتقال الخلاصة ضيفي عليها بعدين شنو ملعقة وسط من الجل الالوفيرا وخلطي فيتامين سي وخلطي واستعملي هذا اروع كريم للبشرة شفتوا هاي الطريقة رهيبة جدا جدا هسه تروح في قناة ثانية وتنعرض ان شاء الله انا متأكدة بكرة او بعده طيب يا حبايبي هاي الوصفة تبعتي اتمنى بس منعدكم انكم تنشرون الفيديوات تبعتنا اتمنى منعدكم حبايبي انكم تدعموني دائما وتدعموا هاي القناتين هاي قناتين تبعتكم مو تبعتي وقاعدين كنا نستفاد حتى انا معاكم قاعدة استفاد اسوي لكم الوصفات واستفاد انا كمان منها شكرا لكم وشكرا لي اذا حبيت تتشكروني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته